جاهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية This is the rock أو دوين جونسون ولكن هذه الصورة مش قديمة له أو حتى الوالده إنما هي صورة جديدة له من فيلم السيرة الذاتية القادم بعنوان The smashing machine أو آلة التدمير أو آلة التحطيم والفيلم راح يحكي قصة حقيقية لمصارع قديم اسمه مارك كير أنا مش مهتم للأمانة في مجال المصارعة ولكن في حال إنك أنت مهتم تفضل هذا شكل المصارع الحقيقي اللي راح يقدم دوره The rock والفيلم يا جماعة متوقع عرضه في سنة 2025 متى بالضبط؟ متوقع لسه في 2025 باقي ما حددوا متى في 2025 وفيلم The fall guy للنجم رايان غوسلينج والممثلة إيميلي بلونت يا جماعة أحب أقول لكم أنه أصبح متاح للمشاهدة عبر الإنترنت وبجودات عالية تقدر الآن تروح تتابعه لو تحبت أنا عارف أنت أكيد مستغرب يا وجيه دوبا الفيلم نزل في السينما وما سرع صار موجود في الإنترنت وبجودة عالية هذا توجه المنصات الجديدة خلاص نزل الفيلم في السينما كم يوم يجيب من وراء فلوس بوم سوق للمنصة اللي راح يعرض عليها ونزلوا بجودة عالية هناك جديد بالذكر يا جماعة أنه الفيلم حقق إلى تاريخ هذا الفيديو حوالي 128 مليون دولار علما أنه منيزانيته كانت تقريبا 130 مليون دولار الفيلم ما زال موجود في السينما وكمان موجود بجودات عالية تقدر تروح تابع في السينما أو تقدر تروح تابع في البيت وبشكل عام يا جماعة الفيلم من تصنيف كوميديا وأكشن ودراما ويفترض أنه مناسب للمشاهدين ممن هم 15 سنة وأعلى وقصة الفيلم ببساطة عن مؤدي أدوار خطيرة أو ستان مان ستان مان اللي هو الشخص اللي يجيبونه علشان يقدم أدوار خطيرة بدل الممثل بعض الممثلين يقول لك يا بوي أنا خايف أصير لمصيبة ما قدر أسوي المشهد الصعب هذا غير توم كروز طبعا المحشش يجيبون الممثلين البدلاء أو الستان مان هذه تقريبا قصة الفيلم بشكل مختصر وتقييم الفيلم إلى الآن يعتبر مرة كويس 7.2 من 10 وتقييمات ومراجعات مرة كويسة عليه ومشاهدة ممتعة سواء في البيت أو في السينما طيب يا جماعة بريك وفاصل إعلاني فاصل إعلاني حق هنا أنا سوي فاصل إعلاني في قناتي لقناتي الثانية قناة القصص يا جماعة موجودة في صندوق الوصف قناة الوجيه توك قناة أنزل فيها قصص بشكل أسبوعي كل يوم خميس تنزل فيها قصة إلى الآن نزلت فيها تقريبا ستة أو خمسة قصص ومستمرين في التنزيل رح يشرفني ويسعدني أنكم تزوروني في القناة هناك وتشتركوا فيها وتدعمونا بتكون حاجة مرة كويسة رابط القناة موجود في صندوق الوصف إذا دخلت على صندوق الوصف رح تلاقي رابط واحد والرابط القناة يا وجيه ادخل على الرابط بتلاقي مجموعة روابط من ضمنها رابط اسمه قناة القصص هتدخل عليه بيوديك على قناة القصص أو اكتب في اليوتيوب ببساطة وجيه توك طيب يا جماعة وبالحديث عن شباك التذاكر ومن الجانب الآخر فيلم كينجدوم أوف أيبز أو مملكة القردة الجزء الجديد والبداية الجديدة للسلسلة الجديدة في ثاني أسبوع له تخيلوا أنه جاب حوالي 250 مليون دولار ثاني أسبوع له مع العلم أنه ميزانيته كانت فقط 160 مليون دولار ولك ديم قلت لكم نفتح استيديو يا جماعة خلونا نخوش مع الناس نأكل من الملايين هذه شوية يا ماتبون ايش أسوي لكم أنا ممثل جرب مخرجين تاكفون جربوا تخلوني ممثل ترى والله فنان أزبطكم وأشوفوا قاعد أمثل للحين ترى كل فيديوهاتي تمثيل يعني هذا بوش انت يا وجيه كامون انت تصدق أي شيء ورسميا يا جماعة هو خبر حلو ومش حلو رح يتم إعادة إنتاج سلسلة قراصنة الكريبي الخبر هذا مرة قديم وتكلمنا عنه زمان ولكن الحين صار أيش بشكل رسمي ولكن لو فاكرين زمان لما تكلمنا عن هذا الموضوع ورناكم ان البطل حيكون شيء مختلف لسلسلة قراصنة الكريبي الجديدة البطل ما راح يكون جوني ديب كابتن سبارو المعروف ولا حتى صهيب قدس ولا حتى ماهر موصلي لا مرة انت بعيد بطل السلسلة الجديدة لسلسلة قراصنة الكريبي راح يكون الممثلة الأسترالية مارغو روبي صدقني أنا على وجه علامات استفهام أكثر من اللي على وجهك كل أنا في الهوى سوا تفتكروا إحنا صغار لما أهلي وأهلك كانوا يقولون لنا تكبر وتشوفوا تعيشوا وتشوفوا ياب نقدر الآن نروح نقول لهم يا ماما وبابا عشنا وشوفنا كابتن جاكس بارو بيجيبون بدالوا بنت ومفروض أنها ما راح تكون جاكس بارو بس يعني سلسلة نسائية مشتقة من قراصنة الكريبي عموما جماعة صناع الفيلم الجديد يقولون أن الفيلم بيكون مرة واعد وحاجة بتكون مرة رهيبة وتصدم المتابعين يقولون فننتظر ونشوف إحنا مستعجلين عليه وبرضو يا جماعة بعض المصادر تقول أنه فيه احتمالية ضئيلة لظهور جوني ديب في هذه السلسلة إيش بيكون دوره؟ أكيد ضيف شرف بيضرب الباب مش من بطولتين هذا لو ظهر يعني مش أكيد فننتظر ونشوف والخبر الحلو والحزين في نفس الوقت يا جماعة الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us المسلسل الرائع والرهيب والخارق جداً اللي لو لا حشوا هوليوود فيه لأجندتها لكان حاجة مرة خارقة أحب أقول لكم يا جماعة أنه تم تحديد موعد عرض أولي له هذا الخبر الحلو الخبر الشين في المنتصف الأول لسنة 2025 يعني ممكن نقول بعد سنة وممكن نقول بعد نص سنة بعد سنة إذا كانوا يقصدون في نهاية المنتصف الأول لسنة 2025 بعد ستة شهور إذا كان في بداية المنتصف الأول لسنة 2025 في كل الحالتين يقلعهم المشواري شيخ طيب يا جماعة انتشرت صورة جميلة جداً للمخرج كريستفور نولان بجوار بنت متخرجة ومزينة لبس تخرجها بالعلم الفلسطيني الجميل وكان في بعض المصادر تقول أنه هذه البنت هي بنت المخرج كريستفور نولان وهذا المخرج هو جنبها لأنه أبوها ولكن أحب أقول لكم يا جماعة أنه الكلام هذا غير صحيح البنت اللي في الصورة مش بنت كريستفور نولان إنما هي صديقة بنت كريستفور نولان اللي تخرجت هي وياها من جامعة نيويورك هذا الكلام الأكيد وذكرت بعض المصادر يا جماعة إن فيلم سبايدر مان الجزء الرابع راح يتم تصويره في أي وقت من سنة 2024 بحيث يتم عرضه بمشيئة الله في أواخر سنة 2025 مش أكيد مش رسمي لسا ننتظر تواريخ دقيقة وأكثر دقة مستقبلاً وكالعادة يا جماعة فورتنايت بعد ما نجح مسلسل فول آوت قال يونو وات اعطونا تعالوا تعالوا نبغى نسوي سكنات من المسلسل هذا تعالوا وبالفعل فورتنايت راح ينزلون سكنات لبدلات أو الباور سوت اللي عرضت في مسلسل فول آوت مسلسل مرة رهيب في حنك ما تابعته تابعه رائع نازل منه موسم كامل مكتمل دائم رهيب للكبار فقط دموية عنف يخوف خلاصة الكلام يا جماعة فورتنايت راح ينزلون بدلة أو سكين عفوا داخل اللعبة للباور سوت أو بدل الطاقة نسيت اسمها باور آرمر أو باور سوت توقع باور آرمر يا باور آرمر درع الطاقة أي أن كان اللي بقول لكم يا جماعة فورتنايت مرة زعفين لو أشد حيلي أنا شوية في اليوتيوب بيقولولي تعالي وجيه نسوي لك سكين ليش لا ننجح سن منك في عيش أوكي أوكي يا جماعة أحب أقول لكم أنه لعبة ستريت فايتر لعبة أشهر من نار على علم أفتكر كنت ألعبها على بليستيشن وان وكان فيها حماس مو طبيعي أحب أقول لكم يا جماعة أنه رسميا راح يتم إصدار فيلم حي لها وللأسف ما في أي معلومات إلى الآن حول الفيلم ولكن الأكيد أنه في فيلم حي مشتق من لعبة ستريت فايتر قادم أو قيد التطوير حاليا ولكن عندنا صورة للشعار أو اللوغو تبع الفيلم يفترض أني حطيت لكم الصورة ونتكلم كيف الشعار؟ زعف باقي مرة شي بايسيك لسه حبة حبة يا جماعة وستيديو بيكسار يا جماعة التابع لشركة ديزني الشهيرة واحد من أشهر وأعتى وأقوى استيديوهات الأنميشن في التاريخ أعلنوا أنه راح يتم تسريح ما يعادل 14% من الموظفين وذلك وفقا لخطة تخفيض التكاليف اللي مر فيها الاستيديو حطوا ببالكم يا جماعة أنه هذه واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة اللي مرت على تاريخ استيديو بيكسار أنا مش عارف وش بيكون الناتج على إنتاجات أو أعمال الاستيديو بس أتمنى يا ديزني إنكم ما قطعتم رزق 14% من موظفينكم علشان بكرة تورونا جودة إنتاج زي الله يكريمكم الناس أوريدي جالسة تهزئ فيكم فبلاش أيش ديبوا أم العيد وتسووا دي البقعة كمان وأخيرا يا شيخ أخيرا بوستر صاحي لفيلم ديدبول أند وولفرين إيوا يا شيخ قعد البوستر شن ميداليات اللي زمان منزلينا؟ وأحب أقول لكم يا جماعة أربطوا أحزمتكم من بدري وجاهزوا حجوزاتكم شهرين بالضبط ويكون الفيلم في صلاة السينما وترى نزلت تغريدة في تويتر بالتفصيل الممل لو إنك حاب تتابع أفلام الإكس من كاملة وأفلام أفينجرز وأفلام مارفل بشكل عام كاملة وأفلام السبايدر مان والسبايدر فيرس كاملة روح على حسابي في تويتر رح تلاقي ثلاث تغريدات فيها كل الأفلام والمسلسلات بالتفصيل الممل وأنا عارف العمال مرة كثيرة ومشوار أنك تتابعها بس أنا متأكد إنك إيش لو إنك صامل وعندك الحماس والشغف الكافي رح تلاقي طريقة تتابع فيها كل الأعمال هذه قابل ينزل فيلم وولفرين وديدبول علشان تكون مشتعد يعني وإنت رح تتابعه ويقول النجم جاك كويت يا جماعة بطل نجم مسلسل The Boys المعروف إن الموسم الرابع والقادم لمسلسل The Boys هو موسمه المفضل لا محالة من بين كل المواسم ويقول يا جماعة إذا أنتوا تشوفوا الموسم الأول والثاني والثالث من مسلسل The Boys مرة مجنونة وخطيرة أحب أقول لكم الموسم الرابع يقول لكم توكم ما شفتوا شيء الجنان وقمة الجنون موجودة في الموسم الرابع شوف أحب أقول لك أنا مرة متحمس لأي نوع من الجنون أمشي بعدون عن القرف وقلت الحياة اللي دائما تسوها في مسلسلاتكم The Boys وجن في ما نحتاج النوع هذا من القرف كفاية والموسم الثاني من مسلسل الأنيميشن X من 97 وبعد النجاح الخارق اللي حققوا الموسم الأول صراحة النجاح خارق عند مجتمع الكوميك أكثر شيء ومجتمع أعمال الأنيميشن القديمة العالم مارد ولكن أحب أقول لكم أن الموسم الثاني أصبح في مرحلة التحريك بس حطوا في بالكم يا جماعة مرحلة التحريك هذه واحدة من أكثر المراحل الصعبة في إنتاج الأنيميشن ولذلك صناع المسلسل يقولون للجمهور بليز يعطونا إيش؟ يعطونا وقت واصبروا علينا شوية الموضوع معقد ويجيكم الخير إن شاء الله مستقبلا وانتهى الممثل دوين جونسون أو The Rock من تسجيل الأداء الصوتي له في فيلم موانا الجزء الثاني وراح يعرض الفيلم بمشيئة الله هذه السنة في شهر نوفمبر يعني كمان خمسة شهور تقريبا ولوما تابعته فيلم موانا الجزء الأول يا جماعة أحب أقول لكم تابعوه مرة مرة رهيب ويصلح للمشاهدة العائلية وكعادة ديزني كمان في أغاني مرة جميلة وأشياء مرة لطيفة في هذا الفيلم بتكون حاجة حلو أنك تابع الجزء الأول وبعدين لما ينزل في السينما تروح تشوف الجزء الثاني لا 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 والجزء الجديد من سلسلة Bad Boys اقترب واللي رح يكون بعنوان Bad Boys Ride or Die رح يعرض بمشيئة الله في صلاة السينما يوم سبع جون يعني تقريبا بعد أقل من شهر مرة قريب وذكرت بعض المصادر أنه محتمل مش أكيد محتمل أنه يتواجد الممثل ويل سميث والممثل مارتين لورنس في الرياض في أول أيام عرض الفيلم لو الكلام هذا صحيح بتكون فرصة مرة جميلة لجمهور Bad Boys إنه ميروح يقابل ويل سميث ومارتين لورنس طيب يا جماعة في فيلم جديد نزل اسمه The Apprentice الفيلم هذا يحكي قصة مين؟ يحكي قصة الرئيس الأمريكي السابق والتاجر الكبير دونالد ترامب وما يحكي قصته بالكامل يحكي جزء من قصص حياته في بداياته في العقار وكيف صنع نفسه إلى الآن الأمور طيبة والفيلم يعني صار له عرض أولي وكان فيه ردود أفعال إيجابية وردود أفعال سلبية زي وزي أي فيلم ولكن بعد عرض الفيلم الأولي كالعادة دونالد ترامب طلع وقال والله العظيم رح أرفع قضية على صنع هذا الفيلم طيب ليش يا ولد؟ عاسم أشر؟ إيش في صلع النبي؟ يقول دونالد ترامب إنه فيه مشهد اغتصاب داخل الفيلم ما حصل وإنه هذا خيال ما له صلة بالواقع أصلاً كيف تقولون في قصتي شي ما حصل أصلاً؟ أنا معرف صراحة من بتروح القضية ولكن دونالد ترامب إذا سواها سواها وإذا صمل صمل ولو طلع صادق صدقوني لي من عم الفيلم مجنون مجنون محشي شي يسويها ويبقى الفيلم من بطولة سباستيان ستان إكزاكلي هو ده وإنت رسول جري سلام عليك يا مارفلاوي يا أصلي طيب يا جماعة قبل ما نقفل أحب أذكركم بشغلة إضافية قناة القصص يعطيكم العافية روحوا اشتركوا وضبطوا المظبيط واستمتعوا فيها كل خميس ينزل فيها فيديو ولكن برضو أحب أقول لكم يا جماعة لمتابعيننا في تويتش قريبا بإذن الله راح نبدأ في متابعة أنيمي دراغون بول مع بعض على منصة تويتش أنا تابعت وأنا صغير على سبيستون وكانت عشرين حلقة يعيدوها ويزيدوها وحتى فاكرها كده كخيال فاكر بعض الأشياء الرئيسية منها فلذلك راح تكون رحلة مع دراغون بول طويلة تقريبا 500 حلقة وأتمنى أنكم تكونوا موجودين وقت ما نتابعها رابط قناتي في تويتش موجود برضو من ضمن الروابط الموجودة في الرابط اللي في صندوق الوصف لحسن مخكم ودخلوا على الرابط بتلاقوا كل شيء ألا أعطيكم العافية يا جماعة أبلوا لايك للفيديو لو أعجبك واشتركوا في القناة وما كنتم مشتركين فعل جرس تنبيهات وتعالوا تابعونا للمواقع التوصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش جميع حساباتي في صندوق الوصف كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم